صدور قائمة منتخب روسيا وبشائر سارة جدا في قائمة المنتخب الروسي أما الخبر الثاني اللي بدنا نتكلم عنه اليوم فصدرت رسميا مجموعة منتخب سوريا للشباب المشاركة في نهائيات كأس أسيا المقامة بالصين نظام هاي البطولة ومجموعتنا صعبة وحديدية على الأخير أيضا بدنا نتكلم عن موعد إقامة مباريات منتخبنا الوطني الشبابي في هاي البطولة وأيضا بهذا الفيديو بدنا نتكلم عن إشاعات إصابة فاقون دومطر وعدم مجيءه لمباراة سوريا أمام روسيا هل هي حقيقية ولا لا؟ خلونا نفوت بالفيديو على السريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوكم مش إخباركم إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة معكم علاوي من قناة علاوتيوب بقناتها نزل محتوى رياضي سوريا إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغطنا لايك الفيديو اشترك بالقناة وخلونا نبلش بالفيديو نبلش بقائمة المنتخب الروسي اللي حاليا ظاهرة أمامكم على الشاشة مثل ما تشوفون أمامكم تقريبا قوام هاي القائمة أغلبيتهم من الدوري الروسي الدوري المحلي رح يلاعبونا بلاعبين الدوري الروسي مثل ما تشوفون في لعبة من زينت في لعبة من لوكوماتيف موسكو وفي لعبة من هاي الأندية القوية جدا وأغلب القائمة من الأندية القوية في الدوري الروسي في هناك لاعبين أيضا من الدوريات اللي شوي يعني احنا نقدر ننافسها مثل ما نقول فيها لاعبين شوي يعني مؤقوياء اللاعبين الأقوياء غائبين الحمد لله ورح نذكر اسمائهم في لعبين عندهم من الدوري الهولندي في لعبين من الدوري الألماني الدرجة الأولى الثانية تصنيفا في لعبين في لعب من الدوري البراروسي لكن اللاعبين الأقوياء الروس الحمد لله رب العالمين ما حضروا في ودية سوريا أمام روسيا وهي تعتبر فرصة مهمة جدا أجت للمنتخب السوري بأنه يحسن تصنيفه أمام منتخب مصنف 33 عالميا احنا حاليا تصنيفنا 93 والمنتخب الروسي تصنيفه 33 فانتصارنا أمام المنتخب الروسي رح يصعدنا بالتصنيف الدولي لا يقل عن خمسة مراكز إلى الأمام وحتى التعادل أمام المنتخب الروسي رح يرفع تصنيف منتخبنا بما لا يقل عن ثلاثة مراكز أيضا إلى الأمام فهي فرصة مهمة جدا وغياب أيضا نجوم المنتخب الروسي هي فرصة مهمة جدا بأنه نتخلص من هاي المراكز اللي قام نطلع فيها وننزل فيها المتواجدة في خانة التسعين مرة نصير 92 مرة نصير 94 مرة نصير 93 مثل حاليا لا حاليا إذا شوي شدنا حالنا أمام المنتخب الروسي ممكن نصير بمراكز الثمانينات أبرز غيابات لاعبين المنتخب الروسي البارزين هم الحارس سافنوف حارس باريس سان جرمان الحمد لله رب العالمين غاب عن وديتنا بحسب القائمة اللي نزلها الاتحاد الروسي لكرة القدم أيضا اللاعب غولفين لاعب نادي موناكو وأيضا في هناك اللاعب ميرانت شوكي اللي يعتبر أحد أقوى اللاعبين مع المنتخب الروسي ويلعب لصالح نادي سيون بطل الدوري السويسري لكرة القدم ولكن هذا لا يعني أننا حاليا نقلل من القائمة تبع المنتخب الروسي دوريهم الروسي ترى على الفكرة الدوري موهين أبدا هذا زينيتم و لوكوموتيف حتى يشاركون أحيانا بدوري الأبطال يشاركون ببطولات قوية جدا ويعدهم لاعبي أحمالكم لاعب نادي الهلال واللي كان يلعب ببرشلونة سابقا كان أحد لاعبين نادي زينيت الروسي فيمتلكون لاعبين جيدين جدا والدوري الروسي دوري موهين أبدا فبصراحة عناصريا هم أكيد أفضل منا ولكن ثقتنا بالله كبير وأيضا إحنا رح ندخل المباراة بدون أي ضغوطات فالتعادل حتما أيضا سيكون مرضي للجماهير السورية فما بالك الانتصار على المنتخب الروسي وحتى بصراحة إذا اخسرنا من أمام منتخب روسيا لن أنتقد اللاعبين بشكل كبير فهذا المنتخب الروسي يلي وصل لنهائي كأس العالم بزماناته وحاليا مصنف 33 عالميا ننتقل للخبر يلي بعده إيش هي مشكلتنا مع المنتخبات يلي بشرق آسيا هاي المنتخبات المتطورة جدا يلي حاليا قام نوقع معها بمنتخبنا الرجالي وبمنتخبنا الناشئ وبمنتخبنا الشبابي وبكل فئاتنا العمرية نهائيات كأس آسيا لمنتخبنا الشبابي يلي رح تقام في الصين وقع منتخبنا بمجموعة الموت مجموعة حديدية مجموعة يعني صممت وكأنه اللي ضك منتخبنا وجابوه لأقوى المنتخبات يلي بآسيا هاي القرعة مع الأسف يلي نزلت اليابان وكوريا الجنوبية اليابان وكوريا الجنوبية إضافة إلى المتطورة تايلند ومنتخب سوريا هاي كانت مجموعة منتخبنا السوري الشاب في بطولة نهائيات كأس آسيا يلي تأهل قبل عدة أيام حضرنا منتخبنا الوطن الشبابي تأهل من التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا حاليا وقعنا بالنهائيات بهاي المجموعة الحديدية يلي رح تقام مبارياتها إن شاء الله هناك في الصين تحديدا في شهر شباط من عام 2025 بصراحة أيضا منتخبنا الشبابي في هاي المجموعة ممكن فقط مباراة تايلند رح أطالبه بالفوز على فكرة لكن بمباراةنا أمام اليابان أمام كوريا الجنوبية أبدا ما رح أستغرب إذا منتخبنا الشبابي خسر فأيضا رح ندخل هاي المجموعة بصراحة بدون ضغوطات وليتأهل من هاي المجموعة على فكرة الأول والثاني شوي أشوي يعني مو مثلا بس المتصدر وأفضل مدري كم ثاني لا الأول والثاني دغري يتأهلون إلى دور الربع النهائي من بين هاي الأربعة مجموعة اللي حاليا ظهر أمامك على الشاشة بس شوفوا اللي المجموعة الثانية يخي إحنا ليش وقعنا بها المجموعة ما أعرف والله صار في عدنا عقدة بعد ما تعقدنا من أستراليا والمنتخب الأسترالي حاليا متعقدين بالمنتخبات اللي تقع في شرق آسيا هاي السرعات وهاي القوة البدنية العالية وهذا التطور الرهيبي اللي قام يعيشونه بصراحة ويتغلبون فيه علينا المهم من بين هاي الأربعة مجموعات يتأهل المتصدر والوصيف ويخرج ثمانية منتخبات في دور الربع النهائي بعدين يلعبون مباريات قصائية ولكن على اتحادنا دعم الشباب وأن لا يستسلمون أبدا رغم وقوعنا بهذه المجموعة الحديدية ونحذر معسكرات من الآن ومباريات ودية قوية ونحذر شبابنا بشكل جيد وما نستسلم وما ندخل خائفين ومستسلمين ومهزومين رغم وقوعنا في هاي المجموعة ونحن نعمل اللي علينا ونترك كل شي على رب العالمين وندخل بكل ثقة وتوكل على الله في هاي المجموعة وإن شاء الله يا رب الله يكرمنا ورب العالمين يعطي كل واحد على قدرته ننتقل للخبر الأخير شفت كثير منشورات على موقع التواصل الاجتماعي تقول أنه فاقون دومطر البارحيات مع ناديه باركاس خرج للإصابة لأنه تم تبديله ودخل بشكل أساسي وتم تبديله مع بداية الشوط الثاني التبديل تبع فاقون دومطر تبديل فني وليس بسبب إصابة فاقون دومطر والشيء اللي يوضح لك هذا الشيء بشكل واضح وجلي أنه ما تم تبديله في منتصف الشوط الثاني مثلا أو بعده يعني دخل فاقون دومطر بالشوط الثاني لساته أساسي بعدين تبدل في الدقيقة 48 أو 49 لا ما بين الشوطين سحب فاقون دومطر وأدري جلاعب آخر والسبب بصراحة وبشفافية لأنه فاقون دومطر قدم أداء سيء جدا في مباراة البارحة مع ناديه باركاسي اللي خسرها بنتيجة 2-0 بكل صراحة فاقون دومطر بشوط كامل 25 مرة وعمل 16 تمريرة فقط كان 60% فقط منها ناجحة يعني تقريبا تمريراته وحدة منها ناجحة وحدة منها فاشلة فبصراحة فاقون دومطر ما قدم هذا المستوى الجيد وأنا لسات نعنت كلامي فاقون دومطر لاعب ممكن ينجح مع منتخبنا وممكن يبرز بشكل كبير مع منتخبنا ومحترف يستحق أنه نجربه ولكن ما عرف ليش أحس أنه عبد الرحمن ويس أفضل منه ولكن أهله سهله بفاقون دو أهله سهله بأي محترف يريد تجريبه خوسي لنا وفعلا هو يشوف خوسي أنه يستحق التجربة وبعدين بعد التجربة إن شاء الله نحن نحكم ما على أرضية الملعب ولا على ما نتوقعه ولكن نحن نضرب توقعات هكذا بس والله هذا كان فيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته